ما زالت محافظات ديالة والتأميم وصلاح الدين بلا مجالس محافظات بخلاف محافظات أخرى استكملت استحقاقاتها وذلك بعد مضي أكثر من شهرين على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق خلافات بين القوى السياسية على تسمية المحافظ ورئيس المجلس والمناصب التنفيذية الأخرى فيها وتتواصل في المحافظات الثلاث ولم تحسم نتائج الانتخابات الكفة لأي كتلة سياسية في هذه المحافظات مصادر سياسية أكدت أن الخلافات في محافظة التأميم تدور ما بين القوى العربية والقوى الكردية وأن كل طرف يريد الحصول على منصب المحافظ وهناك صعوبة بتشكيل أي حكومة دون توافق بسبب عدم امتلاك أي طرف أغلبية مقاعد مجلس المحافظة التي تمكنه من عقد الجلسة والتصويت على مجلس المحافظة وفي ديالة يدور الخلاف على منصب المحافظ ما بين ميليشيا بدر بزعامة هادي العامري وميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي إذ ترفض الأخيرة تجديد ولاية المحافظة الحالي مثنى التميمي ما سبب خلافا حادا وعرقل تشكيل مجلس المحافظة كما تؤكد مصادر سياسية أن تأخر تشكيل مجلس صلاح الدين يختلف عما يجري في ديالة والتأميم فالمرشح لمنصب المحافظ أحمد عبد الجبوري يواجه تهما سابقة ما دفع رئاسة الجمهورية إلى عدم المصادقة عليه وهذا الأمر دفعه إلى سحب ترشيحها ويرى مراقبون وباحثون أن الخلافات السياسية التي تشهدها كل من التأميم وديالة وحتى صلاح الدين ربما يكون لها أثر على الوضع السياسي في بغداد لسيما وأن العراق ما زال يعيش تحت وطأة جملة من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية بسبب الصراع على المغانم والنفوذ والذي يتخذ أشكالا متعددة من بينها ما يجري اليوم في مجالس المحافظات